لقع هذه قرية آي آي تلق مني الحلو رأى شعري هاداك نزلوا وتجمعوا كاملين على الطبلة دلعشة وفي الصباح كان قدام الفيلو غير تحقوا من هويته وسمحوا ليه بالدخول توجه المكان اللي خصوه ليه وكانت مرافقاه الخادمة مريم اللي مرة مرة كتختفيه شوفات إعجاب وراتوا الغرفة ديالو اللي جات في البناية اللي ورا الفيلو الرئيسي كانت بحال بتي فيلا ساكنين فيها القاردة ديال عثمان ادخلنا جمدين الغرفة أما هي فاقت على صوت المنبه ناضط للطوالات دوشات ولبسات وخرجات فضرات وبدأت خارجة وهي تصادف مع وهب هابطة من دروش قالت ليها فين غادا؟ وهي تقول قمر عليش كتثولي؟ قالت وهب خاصك تكوني في الدار اليوم في العشية غد يرجعوا قمر تبدلو ملاميحة قالت هاد شي اللي كان ناقص تمات غادا جهة الباب وهي تقول وهب هاد الدار غادا تنض فيها الحرب العالمية من جديد فرجات قمر وهي مع صفا غادا ناحية زيارتها احتبا لها واقف بشموخ وقفت أنفاس معاه وقالت تبعني في تو موبيل خورة قرب لها نجم الدين كتر احتبا لها علامات التوتر على وجهها وقال عندي أوامر وخاصني متبحها واخدى الكونتاكت من ايديها وبعد قالت تو موبيل ديالي احتبا حد ما كيسوقها من غيري قال لها من اليوم هاد شي غادي تبدل تعصبت وقالت ايش هاد نفا خلي فيك راك مجرد قارد كتب بحها وامير سيادك قال ليها اوام زيان من الي عرفتيها حل الباب ديال التوموبيل وطلع في الجهات السائق قالت في خاطرها بغيتي غير الحرب هي الي غادي تلقى غادي ندمك على النهار الي قررت تقبل فيه هاد الخدمة تحات الباب اللوراني وطلعات ووجهات ليه نظرات شارثة كتتوعد ليه بالشرح نجم الدين ما تصوقش ليها ودي ماردته موبيل وخرج من الزيلة بانت ليه كتشوف النافضة وكتعطف شفتها التحتانية باينة فيها معصبة قال ليها فين بغا تمشي قامار ما شافتش فيه وقالت البيوتي سانتر ما كانش متفاجئ من الوجهة بحالها فين غادي يكون كيدووزوا وقتهم غير في الشوفينج والبيوتي سانتر والنوادي وبعد مدة وقف قدام بناية ضخمة قالت له تسناني هنا فتحات الباب وهبطانس ومشت دخلات البيوتي سانتر دازل الوقت وهي تباليه خارجها اركب لما يتسنها أو ليفتح لها الباب طلعات قمر وكتلعن فيه في خاطرها كتبغي تبهدل وتعايله ولكن ما عرفاتش علاش كتتردد أول مرة يقع معها هكا ولكن في نفسها كتتسنى غير الفرصة فين تردليه الصف علماته باش يمشي لمركز التسوق ودكشي ليدار وهاد المرة رافقها لداخل سادقه وهو تابحها وخاش يديه في جيابه كيشوف في الناس وقفات فجأة ودارت بغت تقوليه تسنها خارج المتجر حسدت ساطحات مع صدره ورجعت باللور فاقدت توازونها وبخير فشد فيها من خسرها ما خلها شطنح هزات عينيها فيه وتبادل النظرات التانية احتدفح عليه بسرعة مبعد عليها خنزرات فيه ودخلات المتجر أما نجم الدين فدوز ايده على شعره وغير كيسوت خدات قمر قاعدك شي اللي محتاجه واحتالي ما محتاجهش خلصات وخرجات ما هزحت الشي كيس والمساعدة من وراها انتقل بيهم دازت من قدام نجم الدين كتقرقب طالونه أما هو فشاف المساعدة كتعاني ومشاخدة من عندها دكشي الكتير وتبعثت تلحص وصلت حضرته موبيل وتلفتات لقاته هزدك شي من عند الأخرى وهي تدير بتسامة استهدار طلعات ودار ترجل على رجل وكتلعف تليفون ديالها حط نجم الدين القشيطات في الكوفر وحطات المساعدة الباقي شكراته ودخلاتك تبتاسم غير بوحدها ركب نجم الدين وتحرك أخيرا قالت ليه بغت ترجع للدار ومن بعد مدة وصله وهبط بلا ما يتسوق ليها ومشل غرفته بقيت كتتغدد حتى عياني وهي تعيط على الخدامة هزدت لي هادك شي طلعات لبيتها وخدات تدوش وخرجاتك تقلف دك شي اللي خدات وصل الليل وكانوا الخدم كي يجهزوا الطبلة ديالأكل اللي عمروها الآخرها بمالد دوطا كان عشعل حقو طريقو قلس عثمان في مكانه المعتاد مترأس الطبلة وجنبوا على ليصروها والجانب الآخر مكان قمر اللي كان فارغ قال عثمان فين اختك قالت له وهان محال واش تهبط وجهها درتول الخادمة وقال ليها قولي القمر تهبط ضروري وهب قالت شفتهم تحطلو وهو يقول عثمان دا با يدخله قمر كانت جلسة في البالكون فوق الفطان هايزة كادر صغير كتشوف فيه سمعت الدقان وهي تحطه على الطبلة مطلوب وعطات الإدم للدخول قالت ليها مريم أنيسة قمر سمعت مريم قال ليك هبطي كيتسنوك على العشاء قالت ليها قمر قولي ليه من عسالة وهي تقول مريم قال ليك ضروري تهبطي قمر خدايت كاس من الطبلة وضربات بيه على الحياة تحدى مريم بحتد شدد بلي ذا أنيسة قمر إلا ما هبطيش غدي جرع لي قالت قمر غبري خرجات مريم من الغرفة ودموحها لخداء وهبطات الكوزينة تيريكت شافتها مدبرة المنزل وجابت علبة الإسعافات قالت ليها وهي كتنظف ليها الجرح غادة ترجع معصبة كتار من قبل وهي تقول مريم قلت صافي غادي تجيبو ليه في وجهي هاد المرة وهي تقول لها مدبرة المنزل ما تحقديش عليها وخهاكك ماشي لخاطرها ما تباها راجعة هيولها وعارفها ما كتحملش فيهم الشعر وهي تقول مريم ولكن علاش كتخوي أعصابها فيه أنا باش قديتها قالت مدبرة المنزل الصبر ما عليك غير الصبر نزلت مع الدروش وتوجهت لصالة الأقل قلسات جن بباها وبدون ما تنطق حتى كلمة شوية تحل الباب وتسمع خطوات كعب عالي وقهقهات إمرأة وقف عثمان استقبلها بابتسامة قال مرحبا بمولات الدار سلمت عليه وقالت ترحبك الجنة راجل العزيز وهي تقول وهاب مدى الملاك ألسلامتك فين هو أمير أمير دخل مع الباب وقال ها هو عنق حثمان وقال له الواليد توحشناك قال لي عثمان جيتي يا أبو المشاكل وهي تقول ملاك ولدي واللام تبت ودار عقله قال عثمان دابا نشوفه توجه للطبلة اللي كانت جالسة فيها قمر ملاك قاربات عندها وباستها من خدها وقالت بنتي الحبيبة توحشتك قمر دوزات ايدها على خدها ورسمات ادي سامة صفرة وقالت على سلامتك وهي تقول ملاك تبرك الله عليك كل نهار كتزيدة دياني ربي حفظك تحنى أمير عليها وباستها في جبهتها وقلت جلبها وقال قمر صافو قالت الحمد لله وشاف الأكل وقال الله على ريحة ما كانش محسن من ماكلتنا قالت وهب علاه ماماك ما كانتش كتطيب لك قال أمير ماما راكي عارفة الكوزينة ماشي من مؤهلاتها وهي تقول مالاك علاش نطيب منلي كينين الخدم قالت قمر بعدها ماما كانتك تطيب لنا وخدر كانت كلها خدامات عثمان قلب الموضوع وقال يلا ابدو الأكل وهي تقول مالاك عثمان غددي معاك أمير للشريكة وقال عثمان وواجد بعضا قال ليه أمير وربع سنين ديال القراية كان ضن باللي واجد أولا الواليد قال ليه عثمان مزيان باش تهز علي الحمل شوية وقفت قمر وقال بصحة تقول وهي تقول مالاك مكلتي والو وبنتي قربت عندها قمر وهمثات شفت كماتك ودكهمت بالصحة صدر جديد طلعت قمر لبيتها وخلات مالاك تغذل دايرة ضح كسفرة وهي من الداخل ما كرهاتش تطير عليها كيف مقمر ما كتحملش مالاك حتى هي عندها نفس الشعور وكتدير دور الأم الحنون قدام زوجها أما هي ما كرهاتش تخوي الساحة لولدها وتصدرها دجوج حلقومات كيف كتشوفهم مالاك مرأ بعدة أوجه زوجات بعثمان بعد سنة من موت زوجته خلات ليهوها في سن ست سنوات وقمر في ربع سنين وكان لازم يجيب مرة تكبرهم تلاقى بمالاك اللي كانت بدورها أرمالا وعندها ابن عنده عشر سنين نضمات العائلات العابيري ومن ثم تغيرات حياتهم ولدها هو قررت عينها وبغاته يكون الوريد لمجموعة العابيري وخمش يولده من صلبه عندها مشكل مع قمر اللي عارفها كتكرهها أشد القره وما كتخبيش أما وهب كتجيها ساهلة فكل وحدة فيهم كتنافق الخرى وغادي ولدها أمير كبر في العز وعثمان عمره محسو باللي ماشي ولده من اللي تخرج سيفطل أمريكا باشي قرع لإدارة الأعمال دو وصل السنين وفي السنة الرابعة خلطات عليه الأم حتى كمل وتخرج ورجع وشوش رغبتو من رغبة الأم ديان باغي يشد مركز صحيح في الشركة ويدمن راف خاصة فاشعرف باللي عثمان فرض على قمر تدرس حتى هي إدارة الأعمال ولكن فاشعرف باللي خدات الماجستير ورفضات نظم للشركة في الوقت الحالي ارتاح نسبيا هو الأم ديان أمير شخصي غامضة بعض الشيء عنده مو هي عالم عارف شنو عنات باش تضمن لي عيش مخية دك شعلاش باغي حقق لها أي حاجة بغتها وبدون تردد عكس الأم تيالو اللي ملامحة شابيه فهو شابيه ببا هل مات ملامح خشنة وشعروه لحيته غمق وسين وقيعتان بجسم رياضي زير النساء أكيد وما عندوش مصطلح ديال ارتباط البنت اللي عشباتو خستو يطيحها مهما كانت تمام وليما باقي غير مهام طلعت قمر اللي كانت على وشك الانفجار دخلات البيتها غادج وقد وزئتها لحلقها حسات بالخنقة في وجودهم خاصة ملاك كتلعب لها على أعصاب ها بتصرفاتها المنافقة خرجت البالقون كتحاول تتنشق الهواء بانتلي هات موبيل ديالها وهي تضرب الدورة خرجت من بيتها وهبطات لتحت دازت من جهة الكوزينة وخرجت من باب الجرق توجهات لسيارتها وبغا تتحلها وتفكرات الكونتاكت ما عندهاش وبالعقد توجهات للخناء الخلفي وقفات قدام الباب ديال البطار كتفكر شوية دفعتو ودخلات عمرها ما وصلت لهذا القند حتى اليوم طلعت للطبقة التانية ووقفات قدام بيت حطات ايدها على الباب كالدق من لي ما رد عليها حد فتحات الباب ودخلات شافت في أنحاء الغرفة وما بانش لها قربات جهة الحمام كتحاول سمع وشكاين حسر كيف حطات ودنها على الباب وهو يتحل السق خدها مع صدر ارجع خطوة اللور ومع الأرض فاز قزل قاتليه رجلو وجطايح اللور وقمر طاحت فوق هزيت رأسها من فوق صدر وهي تباليها الفوطة طاحت حجن بهم خرجوا عينيها وطلعت رأسها بصرحة شافت فيه القات عيني حمرين بقات كتشوف فيه كان وجهه مزير على وشك الانفجار ما عرفت باش تبلاد فيهد اللحظة عمر هات حطات في موقف حال هاك قيل ما ناوياش تنوضي رجعت لوعيها وقالت ها 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 جات نايدة وهيت تفكر باللفوطة اللي كان دايا طاحت ليه هزيت عينيها الفوق خوفا لا تشوف شي حاجة ما شي هي هاتي وناضت عليه وتمات خارجه وقفنا جمدين وهز الفوطة دورها على خصو قرب عندها وشدها مندراحة ودورها بقوة قال ايش هاد الفعاية نطرات ايدها وقالت ما تقل اثنيش بنادم قرب وجهه لعند وجهها وقال لماذا داخلة مدرمة ما حلموكش تدقي في الباد قالت دقيت وما جاوبني حد وين ندخل وزيدون كون ما خديتيش الكونتاكت ديالي ما نجيش عندك هاد الجايحة قال ليه مرة اخرى ردي بالك كان كراه هاد الفعاية قالت ها شفتك بحلة طيقت راسك رهب اشارة مني بطير في حالك اذا عرف حدودك نجم الدين حل الباب وقال صبحي على خير تفق سات وقالت فين الكونتاكت نجم الدين قال ما يمكنش تخرجي في هاد الوقت بوحدك وانا عيان وبغي نعز ما في يلي يتبعه بالك قرب عندها وجرها من ايدها وخرجها من بيته وثبت الباب فوجهها ضربت الباب برجلها وبدأت كتتتعيد رجعت بيتها من الطريق اللي جات منها وتخشات في بلاستها وهي تجيلي هاللقت اللي يزلق فيها نجم الدين وفجأت فوق حطت ايدها على خدون هاللي تظنق وحاسة بالحرارة طالح معها تبسمات شوية قد حك على الموقع وتردو لها عمرش حد ما عملها بهذا الطريق لا رجال ولا نساء وجاهد القارد مازال ما كملت معها حتى 24 ساعة قد قول ليه كلمة كيعطيها جوج وبدون خوف عارف الأب ديالها ما غاديش تردو إلى طلبتها منه حيتعارف ها ما متقبلاش قضية الحارس حتى إيلة شكت به ما غاديش يصدقها غادي قول لها بللي أبقات كتقلف بلاستها وتقول إنها سوى شبغيش فقصت مرات بباها وزاد عليها نجم الدين بتصرفها وتبعدات ليه برد المعروف كيف يسبح الحال جنهار جديد وكانت ناحسة في ناموسيتها حتى حسات بشي حد تلاح عليها حلات عينيها معصباء وهي تلقى ها كتفرنس قم مورتي وتلاحت عليها كتفوس قمار كتبحت في وجهها وقالت إشراق معدي مني واجهلتي قالت إشراق توحشتك صاحبتي وهي تقول قمار وتلاحي عليها بحل الكلب المسعور إشراق كتضحك وقالت سمحي لي وهي تقول قمار إمتى جيتي قالت لها إشراق البارح كيف عرفت باللي مرات بباك رجعت جيت كنجري عندك خاصت كالداعم باش تحاربي دي كل لفع وهي تقول قمار نحاربها علاش بالسلامة وجودها عندي بحال عدمه حتى نعترف بها بعدها وهي تقول إشراق هادي كاينة نوضي وجدي باش نمشي وللنادي قالوا لي يا مصاديري كتار فيه تيتي ذهد الأواخير قمار ناضة غادة الحمام وقالت عقلك غامل بهد الأفكار قالت إشراق عايشة غير علاقب نخدر عوينات حتى يجيش يبوغوس ويروي عطاشي اختك محرومة وهي تقول قمار قولي مكبوت وسدات باب الطوالات داز أسبوع لما شئ نجم الدين الفيلا ديما هو قمار في مشادات لا نهاية لها وقد دير لف جهدها باش تهينو وتبي اللي باللي ما كي سو وعلي وليت كتصيفتو يجيب لها الحاجات لضمون داز وكتصخروا الأسباب تافها نجم الدين كان كينفض أوامرها بدون ما يتسوق الهدف من هات شي اليوم السبت كانت عندهم حفلة في الدار من ندمها ملاك على حساب رجوع ولدها عرضات على قاع معارفهم من طبقة البرجوازية وندمات كل شي على حقه طريقه وصل الليل والجار ده المزيين بدات كتعمر بالمدعوين نزلت بفستان هالأحمر اللي برز طايد يالها الممشوق كل شي انتابه لحضورها وتوجهت قاع الأعين عليها قرب عندها أمير واستقبلها من الدرجة اللخ باس ايدها وحطها على دراعه وبلا احتشرت فعل حيات الناس اللي حيوها وقفات الوسط مع أمير ولحقات عليهم وهب اللي حتى هي كانت في قمة الأناقة قالت ليها أهبط انت اللخرة كيف عادتك باش تلفت الأنظار قالت قمر قلبي علي يحصل ليك كون ما بابا ما نزل شجاع قالت وهب فين هو القار دل واسين ديالك علش ما عايت وت عليك قالت قمر طالع لبيت قبل ما تشوهي بنا وهب قربات عندها وهادرات حدوجها وقالت مملة قمر ضغيان ساحبات من حتى مرت بها وتمات خارج للجردة كيف لمحات الشخص اللي جاي جهتها تبدل ملاميحا وولت كلها كترجم قلب ات الطريق وتمشات بخطوات مسرعة حتى بعدات على جهة الحفن حطات إيدها على صدرها وحسات بالخنقة وخال بردو هي في الخارج كتحس بالنفس كتطلع لها بصعوبة كانت قريبة الباركينج ديال فيلا شافت لوحة المفاتيح معلقين فيها الكونتاكت ديال السيارات كلهم خدات ديال بورش ديال خدها وحلاتها وطلعات كل شي ملاهيم على الحفلة ومن تابهوش لها يلا دي مارات اللوتو وهي تلمحنج نجم الدين داخل الباركينج تبعاتوا بعينيها حتى باللي هاخدوا مطورو ركف فيه زاد وقررت تبعو لسبب مجهول حلوا ليه الحراس الباب وكيخرج وخرجات قمر مورا مكسيريا حتى أن الحراس من تابهوش شكون راكب في الطمو نجم الدين عرف باللي الكل في الحفل وقرر يخرج يمشي يشوف حبيبته اللي التليفون ومن لي جاتوا الفرصة قرر يمشي لعندها كانت ديكت عودة ديال الليل أوقف قدام البناية وصنع عليها بعد مدة جاوبات وقالت حبيبي نجم الدين قال لها هبطي قالت آه فين غدا نهبط قال أنا قدام الدار هبطي لعند قالت ناهد آه قدام الدار قال مالكي قالت أنا ماشي في الدار نجم الدين قال نعام وفين كاينة بالسلامة عارف أشحل في الساح شنو اللي مخرجك في هاد الوقيدة قالت نجم الدين تهد راه غير مشيت مع واحد البنت لاتولية ديال خالتها وورينا لها التصاميم ديال هاني جاية في الطريق قربت للدار قال حتى توصل ونتفاهم وقت نسلم الموطور وبقى غادي شاك كيمسح لوجه ما داش وقت بزاف حتى وقفت عليه ناهد والخوف ركبها والجهل هاشوف قاسحين وطلع فوق الموتور وقال طلعي ماشي هنا ركبات موراه وهي كتر عاد عرفات رأسها قفرات همها كثيرة مرة وحدة موقف حتى المكان ديال هم المعداد نزلات حضر رأسها وثبقات حتى الموتور وخلط عليها جرها بالجهد ونفجر فوجهها أشنو درت محكا ياك نقول ليك ما تبقيش تحر كل شي قنت بالأخبار وزيدها بالتعطال كون ما جيت يعلم الله مع هاش ناوي الدخلي للدار ناهد والدموع في عينها قالت اسمح لي قال لي هو هو مضير على دراحة التقاء ناهد إلا مشات مشا كل شي ما تخليش تقتفيك تزعزع حديك ساعة غدي تكون نهاية هاد العلاقة جاوبات ونهد بالفزع لا بليز ما تقولش هكا ما تجبطش الفراق على فمك أنا نمشي في هادك الساعة قال ليها آخر مرة أنا خاطيبك ماشي صاحبك ملزوم عليك تعلميني فين غدا وفين جاية وفين غدا تعطلي هاد شي ما يتعاودش قالت أوكي وعد أحمر يما نخبي عليك شي حاجة قال يلا هرجعك للدار ناهد شدات لي في الكل من جهة صدر وقالت نجمة دين ما تتعاملش معايا هكا برودك ليخلعني بليز سمح لي والله ما قصد نخبي عليك ونفاجرات بلك أبداك يمسح لي هاد موحا وقال صافي باركة من لبكا عنقاتو قالت كان موت عليك حياتي بلا بيك ما كتسوى وان بادلها العناق وقال حبي ليك وخوفي عليك هو اللي خلاني نتصرف هكا قالت عارفة كانت في الطوموبيل مراقبة لمشهد الرومانسي حسات بإحساس غريب ما عرفتش اشنا هو يمكن غارت من علاقتهم والحب اللي كان باين كي يكنوه لبعضياتهم دغيا حيذات عليها هاد الأفكار وتبسمات بشر دابا عندها من ينتشته جاتها بحال شي لعبة وخاصها تربحها وتهبط ليه راسو الأرض باشي نقس من عجرافته تحركات من تماما ورجعت الفيلا كانت الحفلة سالات طلعت لبيتها بدليت عليها بسات شميس دي النعاس خدات التليفون ديالها وخرجات البالكون عيطات الإشراق قالت ليها عجبك داك القارد وهي تقول إشراق علها غير عجبني اراه دالي يا العقل قالت قمر وخا قارد قالت لها إشراق أختي كل بغى أصلا عنده واحد الهيبة ما عند شرجاء الأعمال اللي كنضلوا نشوفوا قمر قالت بغيتك تطيحيه قالت إشراق وانا كراهت ولكن علاج قالت قمر باركة من الأسئلة وركزي في داك شي اللي قلت ليك إشراق قالت شنون دير باينة فيه سعيب قالت قمر ما شي أنا اللي غدا نقول ليك كيفاش تصرفي تجاربك تبارك الله لا تعد غدا نتلاقاو بريستو ساذر إشراق قالت ليها نشات غادي يجي معاك البوغوس وهي تقول قمر آه قطعات مع إشراق وهي رادية نعسات ومتحمسة لغد فين غدا تضرب ضربتها وجايه ومجديد وكانت ركبة في المقعاد لخلفي ومبتازمة كتشوف ظهروه واسعيك وبطع لها غير إنتي وصله وتنفدك شي اللي فرازها وصله قدام ريستو نزلات كانت غادة وهي ترجح عنده دقت عليه في الزاج وخبط الزاجة وقال شنو كاين قالت انسيت التليفون ديالي في الضال وخاصين تتصل بصاحة بتدخلت عليها ممكن تحطيني التليفون ديالك تتصل بيها جبدو من جيبوه مدو ليها قالت شكرا فحدات من حداه وحلاته طلعت لها صورة ديك اللي كانت معاه الفارح قلبات عينيها ودخلات الكونتاكت كتقلب شافت نمرة باسم حبيبتي وهي تضحك بالجنب دخلات المساجات وصيفتات لها جي دابا لعندي لريستو سيذر ما تحطليش رسلات المساج ومسحاته عادو وزات أبا الإشراق قالت ليها جي دابا وقطعات رجعت عندو ومدات ليه التليفون وقالت شكرا خداه من عندها ورد راسو اللور وبقات كتشوف فيه ودخلات الريستو وبعد مدة جات إشراق وقلسات مقابلة مع قمر قالت زين صابة وهي تقولها قمر القارد رهوة في الطموبيل قالت إشراق ووقفات نمشي نشوف الزين ديالي فرجات إشراق وباليها جالس في الطموبيل حلات الباب اللي جنبه وطلعت حداه هالدراسوه شاف فيها هاز حاجبه قالت ليه وهي مادة إديها هاي أنا صحبة قمر نجمة دين ما سلمش عليها وقال ومن بعد وهي تقول له قالت لي ينت سناها هنا شوية وغدا تجي قال لها نجمة دين ركبي اللو إشراق بداتك تحد على شفايفها وقالت وعلاش من جلش حداك ممنوع نجمة دين خنزر فيها وقال حسليك تسنايها اللو ونلع لبرها حطات إيدها على فخده ومالت عنده بحالي لابغت تبوسه وقالت له تعصبتي في هاد اللقطة وصلت ناهد لأمام ريسته كيف حطها التاكسي بدتك تقلب بعينيها احتق شعاته داخل التوموبيل وجنبه شي وحدة وشوية وبانت ليها قربات ليه ما بقى واله وتلاسقه شفايفه الصدمة بانت على وجهها وعينيها تغرغره بالدمور خاصة فشافته ما دار حتى شي ردت فعل وما بعدش عليها دارت بصرحة وركبت في التاكسي اللي جابها حطات إيدها على وجهه وانفجرات بالبقى بالنسبة لها كل شي يخون إلا نجم الدين صدمتها فشافتهم في ذاك الوضع كانت كبيرة هو اللي عمر خلاشي بنت لمرأة تقرب ليه ودعبه قالس مع وحدة في الضموبيل ويعلم الله شكون هديه وصلت للدار دخلت البيت هوس دات عليها وكتبكي إشراق كمشات عينيها بقوبة فاش حسات بألم رهيف معصمها كان نجم الدين حيد لها إيدها من فوق فخرة وشاف فيها شوفة نارية تموت ما تنساها كانت كلها كره وشمئزاز ودفعها حتى لسقات على الباب وخرج كيسر خرج يا العاهرة قبل ما نرتاك بفيك شي جريمة تفوع لكائنات طيحتوا الدل إشراق شادة في معصمها كتتألم وقالت أه أه أنا كنت ياليها غبري في حالك هزات ساكها وزادت في حالها أما نجم الدين فكان في قمة غضبه كيكره بحال هاد الفعاية خرجات قمر كتت مش عالم هلها شافته في ديك الحالة وباين عليها مع الصب وعرفات إشراق دارتشي ظبنة كانت متأملة أنه صاحب جوجات وشافتهم في شي وضعية حيت عارفة إشراق وجرأتها زادت من حدا حدثت ضحكة وطلعات أبقى من وراها بعض الوقت عاد طلع وصلوا للدار وخرج كي يزرف في المشيل دخلات وطلعت لبيتها تعيت على إشراق باش تعود لها شنوقع نجم الدين حتى هو طلع لبيتو أبقى كيصوني عليها أولو ما كتجاوبوش رجعت تاصل بهاش حال من مرة ونفس الشي تخلع عليها حيدي ما كتجاوب وخد كون في وسط الحزة خرج بسرعة واركب في موتورو غادل عندها صونا في الدار بزاف دلمرات عادت حل البال ناهد عينها حمرين ومنفوخين قالت شنو بغيتي قال مالكي كنتي كتب كين شكون بكك قالت انت شكون من غيرك قال شنو وهي تقول كتهدر على التقى وانت واحد خائن كنتي بغي تسألي هاد الحلاقة واسيدي اعتبرها سالات بغت تصد الباب وحبسونا جمدين برشلي وقال اشكت خرب قيمتي اش من خيانة علاش كتهدري قالت شفتك بعيني قالس نتويها في الطموبيل علاش معيط علي يا زعمال باش نشوفك معاها ونفهم راسي كنت عارفة الى خدمتي عندها غادي تبدل فين بنانا قدامها وقدام تروتها نجم الدين درب يدو على الباب حتى قفزات قال عارفي اش كتخرجي على فمك ناهد امتى عيط عليك قالت قبيلة ماش انت اللي سيفطي لي يا ميساج وقايل اللي ينجل عندك جيت كنجري حتى قلقاك قالس معا وحدة في الطموبيل هاديك هي عند من خدام ياك قال انا ما عيطش ليك باب الرئيسي من بعد ما حلات ليه الخدامة الباب قال فين هو بيت قمر قالت مريم الفوق التاني على ليسا طلعنا على الدروش بخطوات مسرعة وبال ليه باب كبير بيد حط ايدو على الفانيه فتحود خليل سد الباب ودار كيقلب عليها ما بانتش ليه دخلت قمر للدار وغادا جيهت الدروش شافتها مريم وهي تجيل عندها بجرة فتقول آنيسة قمر راها قالت قمر وهي طلعا مع الدروش ما مثاليه شليك وصلت لبيتها وحنات الباب ودخلات وكيف حطت رجلها لداخل حسات بشئيه تجراتها بقوة هزيت عينيها فيه وهو يباليها نجم الدين عقده ازدحها مع الباب حتى تقصحات في دارها شدها من دراحها بجوج وقال عجبك دك شي اللي درتي حسيتي برضا وانتي كتلعبي بالناس قالت طلق مني قال ما كنتش عارف باللي راكي مبرهشل هاد الدرجة احساب ليك بهاد الفعلة وصلتي لشي حاجة قالت له بتحدي من اللي معصب و جيتي لعندي باين اعطات نتيجة اولا نجم الدين زيير على فكهو قال هاد الي يام كاملة وانا صابر على فعيلك لنبرهشل ولكن باش توصل لك القضية وارضي خاطبتي هناك تقلبي علي يا بيل محقوق قالت اشنو غادي تدي رجاح را انا اللي في اي لحظة ندمر ليك حياتك وحيات لي ضايرين بيك ونوريك تحدى قامر العابيري قال بلا فلوس بباك ما كتسوي والو كتسمعي ونهار تحودي بحال هاد الفعلة غادي نساب اللي راكي بنت حتى كتسمع قامر من ورا الباب بباها كيدق قامر بنتي حلي الباب نجم الدين صدليها فمها بيدوه مسح دودنها حاولي تعاوديها غير حاولي ديك الساعة غادي تشوفي نجم الدين آخر طلق منها وتوجه للبالكون تبعاته كتجري باليها نقز من تمه وطلات عليه لقاته وواقف على رجله هز فيها عينيه وشاف فيها بحيد دوزات تفكرات بباها وهي الدخل حلات عليه الباب وبتسمات حال ليلة ما واقع وار قال فين كنتي قالت كنت كلبس وهو يقول بغيت نهضر معا قالت ليه اوكي تفضل ادخل عتمهن وقلس على الفوتين قال اجي ابنتي قلسي حدايا قلسات جنبو وقالت نعم ما بابا علش بغيتيني قال ليها ناصيف راجع سيما نجاية المشروع علش مشا قرب يكمل البارح احضر معايا وثول عليه كنيت شد في ايدها وقال بنتي قمر ولد عمك الاجل مزيان ناجح تبارك الله كبر شركة بباها في وقت واجيز ودار بالهلطف السوق كناش حالها دهدرنا على الشراكة وخما كنتش بغي ندخل مع أخويا من قبل ولكن ناصيف ماشي هو رضوان ناصيف عنده طموح كبير وغادي يزيد القدام يقدر يفوت الترودي النجاح قالت قمر بابا علش كتقول لي يا أنا هادش اشنو علاقتي بي قال ليها عندك حلاقة وعلاقة كبيرة أنا عارف بلي ناصيف بغيك وخا مازال ما فاتحني في الموضوع ولكن لمح ليه في شحان من المناسبة وانا ما غاديش نلقى حصل من ناصيف كزوج البنتي العزيزة قالت قمر مايمكنش نتزوج بناصيف قال وعلاش قالت مايمكنش يا بابا أنا ما كنفكرش في الزواج دابا قال ليها عطمان كيف دابا كيف من بعد انتي مستقبلا غادي تشدي الشركات انتي واختك وناصيف بخبرته غادي يكون جنبك أنسب شخص ليك هو ناصيف ما ندونش غدا تلقى يحصل منه وقفت قمر وقالت بغيتي تدخل معاه الشراكة شغلك هاداك ولكن باش نتزوج به هادي مستحيل قال ليها عطمان من صغرك نخليك عايشة كيف ما بغيتي عمر نفرط عليك شي حاجة ولكن ما غاديش نقبل رفضك الناصيف ناض وحط ايدو عليك تفاو وقال من الاحسن تفكري مزيان ودخلي الفكرة لراسك هو كي بغيك وانا ما غاديش نقبل بحتى شي واحد من غيره زوج ليك وباس على رهسها وقال وما غاديش نقبل الرفض في هاد الموضور خرج عطمان وكيف سد الباب هزات قمر الباز اللي فوق الطابلة وخبطاتهم على ارض بقوة واحدة تشط قالت ما يمكنش نتزوج بنعصيف ولا غيره بدات كتخبط في الاتات اللي لقاتها قدامها كتشير بيها كانت في حالة غضب وكلها كترجف بالأعصاب ولكن ما نزلت حتش دمعة من عينها كيف ديما وخدتكون واصلة لها العدم ما كتبكيش كل شي كيلقبها بقاسية القلب حيث عمرهم شافوهات أطرات ولبكات وخيوقع اللي وقع من بعد ما هرسات اللي جات قدامها خرجات من البيت وطلعت للطابق الثالث كانت واقفة قدام باب لونوبوني حي دات سلسلة اللي على عمقها وكان فيها مفتاح دهبي حلات بيه الغرفة ودخلات دازو ثلثيان حاول فيهم نجم الدين يتواصل مع ناعد ولكن ما كانت شكت جاوب واليوم كيف وسط القمر لسبا توجه لعند هال معهد وقف قدام المبنى وكان وقت الخروج ديالها بدهو كيخرجو شوية هو يلمحها تغيت بدلو ملاميهو من اللي شافها جاية مع الشاب وقد حك هيويا زير على الفولاند يدو حتى برزع رفو وزير على فكو وحل الباب تمالك نفسه رجع سده وعينيه على ناهد اللي طلعت مع هادفته موبيلته تحركه وتبعهم هو كيصوت وعلى وشكي نفاجر كيبان ليه غير الضلام قدام عينيه بعد مدة وصلوا الوحد الشارع فين كينين المتاجر ديال الملابس بانت ليه نزلات ودخلات هيوياه لواحد المتجا دووز يدو على شعره ومبقاش قاد يتحكم في أعصابه انزل وبخطوات مسرعة وصل للمتجا ودخلك في الرعدة بدك يقلب عليهم بعينيه ما بنوش ليه جات واحدة من المساعدات اللي في المحل استقبلاته بابتسامة وقالت مرحبا بيكا ميثيو قال فين هو مادوك الجوج اللي دخلوا دابا قالت علامك تهدر قال ليها دوك اللي دخلوا عاد دابا قالت آه ماد موازال ناهدو مثلي سليم رال تحت في مدس النهاج تكمل وتوجه للضروش اهبط بسرعة كيقلب وناوي على خسيت ادفع الباب بالجهد حتى تلفتو بجوش ناهد غير شافتو صدمات وشداتها الخلعة خاصة كان كيباليها معصب الأقصى درجة بسرعة وصل عندهم ونزل على سليم الوجه حتى دار شنق عليه من كل قاميجة ديالو بغيزيدو حتى حطات ناهد ادها على دراعه قد ترجاه يوقف قالت نجم الدين وقف بليز ما تضربوش دار خنزر فيها وقال حسابي محاكم البحث ناهد قالت له راك فاهم غلط قال ليها لا فاهم زيان متجاهل اتصالاتي لقيت الحرية ودرتي ما بغيتي سليم كيحاول يفكر سوكي يقول تلق حسليك ارجع دربو لني فوحت رعب ودفعو جطايح في الأرض وقال له هاني طلقتك يلا وريني شنو غاديدير شدات لي هنا هدف ايدو قالت نجم سمعني انطر ايدو هدر من تحت سنانو قال بعدي باش منغلطش فيك قالت بصوت عالي سمعني راهمة بيني وبينو والو سليم كيقرم عاية في المعهد وهاد لطوليه والمتجر ديال ماما وانا خدامة هنا بدوام جزي صدم وقال خدامة قالت آه خدامة هنا قال ليها من امتى قالت شهر هذا نجم الدين شافيها بخيبة وغضب وعطاها بالطهر وذات بدأت كتبكي وكتقول نجم الدين نجم الدين خرج من تمه طلع في التو موبيل وزادي مكسير قرر يغادر حيث هو معصب لدرجة كبيرة وما بغاش يتصرف وهو في هديك الحالة حدرها وعمرها تخبي عليه شحاجة وهي ماشي غير خبات عليه بل كدبات عليه رجع للصبا فين خلى قمر وبقى قالص في التو موبيل كيتسنى فيها خرجت كتتمشى ودمارها وتحرك شوية وهي تقول ريستو سيزر قلب الطريق ومشى المكان اللي قالت ليه وقفتوا موبيل وهبطات ومن بعد مدة رجعوا الفيلا وصلوا وهبطات قمر وتوجه نجم الدين لباركينج كانت غادة في المامار اللي جاء بين شجر احتى وقفات فجأة وتغيروا ملاميحها جمدات في بلاستها وعينها مركزين عليه وهو جاي وراسم التسامة عريضة على وجهه وصل عندها ووقف قدامها مد ايدو حطها على اكتفها قفزات من بلاستها وبعدات خطوة البور ارجع قرب ليها كيشوف عينيها اللي مفيكسين في نقطة وحدة ودماغها غاية قال قمر صافة ترجمة نانسي قنقر